كريم فؤاد غاب لي عن قايمة المنتخب عشان فيتوريا ما تفرجش عن مطشاط متبصع قايمة طب مرخد الباقي إزايش؟ لو فيتوريا تفرج على مباريات الثلاث مباريات بتوع الثلاثة أسابيع الأولى في الدوري يكون عليها اختيارات تانية خلاص لو ما تفرجش على سبيل المثال يمكنش خد مصطفى عبدالرقوف زيكو من حرس الحدود هل هيك فرجت عليه؟ ممكن ما تفرجش عم تششت الأهلي مثلا أولاد زمالك هل دا؟ هل حركت تسكت بي؟ تقصد بي عشان؟ والله في عم غلط بص حضرتك تقصد بي إسكات؟ ولا تقصد بي إنها معلومة؟ لا إسكات إسكات؟ أنا قلت معلومة أنا قلت معلومة ما سوقت أنا هو ما تفرجش فيها؟ بص حضرتك لم يبقى مدرب بحجم فريرا مدرب كبير مدرب لخبرات طويلة كده وعنده لعيب هو مش مقتنع بيه أو مش جاهز لعيب مش جاهز ويحصل دروب عنده في مركز معين واللعيب ده هو البديل بتاعه صح ملعبوش ويلعبوا في مباراة وتعادل فيها أمام إمبي في آخر عشر دقايق أو آخر ربع ساعة وتيجي تفاجأ أنه هو موجود في المنتخب إيه المنطق؟ وكلمة عبدالله جمعة يعني عبدالله جمعة أنت عندك اللعيب الأساسي في الظاهير الأيصر بتاعك عبدالفتوح أصيب وعندك برا في القيمة الاحتياطي عبدالله جمعة لما حصل إصابة عملت تبديل وطوفيق نزلت نمار وجبت عمر جابر لو عبدالله جمعة مش موجود في القيمة المنتخبين يبقى موجود في مركز الزاهير الأيصر أي حد يبقى موجود مين؟ أي محمد ناصف أي حد يبقى موجود ما هو علي معلول أنا بس أنا عايز أوصل معك لحاجة أنا عايز أوصل معك لحاجة بس هاللوقتي عندي اثنين زهراء جنب هو في واحد يوم يمشي هو في واحد يوم يمشي محمد حمدي بتاع بيرمز لما خلص ماتش أفريقيا هي هو العيه وحيلعب المباراة وحيلعب أنت نفسك عارف أنه لا فيه لا فيه فيه كويس يعني إذا كان حسين السيد أو عبدالله جمعة مستوىهم لا يرتقي التواجد في المنتخب ما احترام الاثنين اللعيبة في التوقيت الحالي ممكن يكونوا لعيبة كويسة أو كانوا كويسين أو محتاجين تجهيز أكبر من كده لكن في التوقيت الحالي لا لا علامات استفهام كبيرة جدا زي ما مختار يمكن ياخدوا عمر جابر باكليفت لا إذا كان وقت بقى عمر جابر هيلعبوا باكليفت كمان يعني يعني طالب المنظرين برضه طبعا هو عنده مشكلة في الدفاع فعلا بعد إصابة بعد عملية بتاعة عب مانعم وإصابة متولي لأ عنده مشكلة والوينش طبعا ربنا يشفيهم جميعا ثلاثة عنده مشكلة كبيرة ومشكلة في مبرد بتجيك مين الاثنين سنتباكس؟ حجازه ومين؟ كنت أنا الأول يعني لما تسألت السؤال ده قلت الوينش وعب مانعم قلت الوينش وعب مانعم في المطش ده قلت لا المطش ده عايز سريع وقوي سريع يعني آه يعني ممكن حجازه يبقى في الكرات العالية موجود والكلام ده بس مش في سرعة الوينش ولا سرعة عب مانعم خاصة مع الكورة السريعة بتاعة بلجيك اللي بقى كنت بتلعب مصنف التاني علامية محنمش نجري معهم برده انت فهمني نبقى فين في مكاننا محتاج لعب أخوية وأجريسف وسريعة والكلام ده كل فأنا كنت مختار الوينش وعب مانعم طبعا في الغياب ده انت مضطر بقى لحجازه ومسلا حسام عب مجيد او محمود علاء بخبراته يعني متحطش علي جبر مثلا? او علي لا بطاقل اتنين سيبقى بطاقل جدا هو حجازه محمود علاء ولو ما كانش موجود يعني لو عب مانعم موجود كان يبقى حجازي وعب مانعم هو فكرة حجازي يعني ده يعني هو المعامل السابت او المعامل المشترك يلعب مع الوينش ماشي يلعب مع عب مانعم ماشي يلعب معه محمود علاء ماشي إنما هو العامل المسترك في كل الأحوال في الظرف اللي احنا فيه ده تحديداً يعني في الظرف اللي احنا فيه ده في الغياب التلاتة دول حتى لو الوينش معنا موجودين هي وجهة نظر هي وجهة نظر يعني مخصصة هو الراجل المقتنع النحجازي هو قائد خطة دول وص ملعب بالجيكا بلوكاكو بأزر دي بروين بالناس دي لا اتا محتاج يعني وربنا يصل على دي بروين من طريق حامد يعني